السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استفسار حد من الأخوة هل يوجد حديث نبوية للماء الساخن؟ سؤال وجيز جدا جدا لم نسمع عن أي حديث نبوية عن الماء الساخن إلا وحدة محاضرة وحدة يعني خلال كنا نلقى محاضرة عن الماء الساخن في إحدى الجوامعة في سلطنة عمان وكان بحضور طبعا هي كان بالرعاية أو بدعوة من حد من مجتهدين في توعية دينية وهو اسمه الشيخ راشد السكيري فأشار أمام الحضور بأن هناك حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصى بشرب الماء الساخن وقوفا والله أعلم لكن هذا كلام منذ عام لا تذكر ممكن سنتين عشر أو ثلاثتاشر أو ما تكن بالتحديد لا بد أرجع للوثائق حين قدمت هذه المحاضرة مسجلة وأشار فعلا أمام الحضور لكن أيضا هذا موضوع نترك لل علماء في في فتاوى شرعية وفي الأحديث النبوية ونحن لا نستطي نلفت أي معلومات تعلق بهذا الشأن والله أعلم ونسألتها للتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا